اشتركوا في القناة هو قضية دولة ويجب أن تكون هناك إرادة للقضاء على العشوائيات بالعاصمة بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة عشاش شارع السودان بالدقي والذي تنفذه المحافظة على ثلاث مراحل ويهدف لإنشاء 265 وحدة سكنية يتم نقل سكان العشاش فيها وقال الدكتور علي عبد الرحمن محافظة الجيزة في تصريحات صحفية أنه تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع وتضم 30 وحدة سكنية حيث جرى تسليمها إلى مستحقها منذ أيام أضاف كذلك عبد الرحمن أن الشركة المنفذة للمشروع بدأ بالفعل في أعمال الحفر للموقع ومن المنتظر أن يتم إنهاء هذه المرحلة في 9 أشهر ليتم تسليمها إلى المحافظة منتصف العام المقبل والتي ستقوم بدورها بنقل سكان العشاش إلى الوحدات الجديدة